نحكي اليوم عن احد انواع الكيك الاسفنجة كيك الشيفون واسرار نجاحه بدايتا بتكون صواني الامنيوم او اللي مش بتجي انه ما بتلزق ومنحط له ورق زبدة بص بالقاعدة لانه هاد الكيك بيعتمد انه يتعلق على الاطراف تميهبه انا وزنت كل المعادير على الميزان او هلا رح اخلط المواد الجافة نصف كمية السكر مع لطحين والباكينج بودر والملح ولانه هاد الكيك اسفنجة ضروري ننخل للمواد اذا ما عنا منخل فينا نستغني عنه من خلال انه نستعمل الويسك بس منا نحرك لمدة 30 ثانية تقريبا هكي بهالطريقة مننخل الطحين مع المواد الجافة وكمان بتوزع الباكينج باودر بشكل متساوي هلا بيجاد تاني انا كنت فصلت الباد مسبقا بدنا نحط الصفار مع الزيت النباتي مع الفانيلا وبرش الحامض لانه هيدا الكيك في كتير بيض نحنا بحاجة لنحط هيدا الاشياء تما نحس بالزنخة طبعت البيض وبيعطيهن بتعطيهن نكهة كتير طيبة رح اخفو البيض كتير منيح لحتى يندمج مع الزيت ورح ضيف عليه مي بردي لاش المي البردي في نظريات بتقول انه المي الباردي بتساعد الفات انه ياخد وقته اللي ينخبز بالفرن وهيدا الشيء بيعطيهن الكرام بيكون لالو ناعم وسفنجة هلا بدى اجيب المواد الجافة وبدى اخلط بشكل تدريجي على ثلاث مراحل تقريبا بضيف للمواد الجافة وبخلط بالويسك بدنا ننتبه انه ما يبقى ولا شي عنا طحين مش مخلوط منيح لانه هيدا بينزع الكيك تاني جزء وكمان بالويسك انتو بتعرفوا اكيد انه مبالغة الخلط بالكيك بيطلع عنا الكيك قاسي لانه منفعل لغلوتن هلا اخر جزء من الطحين زدته ورح احرك بالسباتشلا كمان مبالغ بالخلط اول ما لاقي انه الطحين اختفى بوقف هلا رح نشتغل ببياض الباد اول شي بدنا ننظف الجاط كتير منيح ومنحط خل على ورقة كليناكس ومنمسح كتير منيح تما يبقى اي شي يكون في دهن الدهن بينزع البياض وما بيخلي يعمل البيك تبعه او ينفوش كمان الويسك مسحته بالخل هلا بالستاند ميكسر فيكن تعملوا بالهند ميكسر هيدا الشي بس لانه بتاخد وقت افضل يكون عندكن استاند ميكسر حطيت نص ملعقة تارتار فيكن تستبدلوها بخل اول ما يبلش عندي البياض يعمل هيد الفوم اللي شايفينا بوقف برجع ببلش عن جديد اخفق انا عم بضيف كمية السكر التانية بالتدريج انا هون ما حاولت انه سرع بدي فرجيكن التدرج طبعه كيف عم بيكون كيف بيتحول شكل البياض من هيدا المنظر اللي انتو شايفينه قدامكن فومي لحتى يصير جلوسي ويصير نافش عنا دايما بتكن تنتبهو انه لما عم تفصل البياض عن الصفار ما ينزل ولا نقطة صفار بقلب البياض هيدا الشي كمان ما بيخلي البياض ينفوش لاحظو كيف يتحول عنا اللون الابيض للون لامع مثل الجلوس نحنا بدنا نوصل لمرحلة خفق انه يكون عنا ميديوم بيك هيدا اللي عندي اياها كتير صفت هلا هون فقط بده شوية تخفق شديقتان تقريبا برجع بشغل استاند وبحركه ازا ما بتعرف تفصلوا البيض في كتير تولز بمحلات الطبخ بتفصلكم البياض عن الصفاري هيدا القوام اللي بدنا اياه لبياض البيض مش كتير جامد ومش كتير طريع لاحظو كيف رح طيفو على خليط السفار مع الطحين اللي عملناه مسبقا ورح نحرك بشكل دائري هلا انتو بدكن تحطو شوية شوية كل ما يبلش بيخطف البياض شوية بقلب الخليط منضيف كمية زيادة ومنحرك من تحت لفوق من تحت لفوق بنفس الشكل هلا هوني انا غلطة الشاطر بألف فالجوات صغير بس انا عم فرجيكن قصد هيدا الاشيي لانو هيدا بتصير معكم بالبيض وما بتعرفش بتكون تتصرفوا ما تخافوا طالما انتو عم تشتغلوا التكنيك صح ما في مشكلة اهم شي ما نروح هال الهوى اللي عملناه بالبيض ونخسر الشغل اللي اشتغلناه نقلته نرجعت علاجات تبع الخلط تبع البياض وزدته نعلي هون عم بخلط من تحت لفوق عن جديد بهالوقت حمت الفرن على مية وستين وهيك تقريبا اختفى البياض عندي وصار مندمجين مية بالمية بهالشكل من تحت لفوق انا رح استخدم ميزان تحت قصم الخليط لانو بدي اياه متساوي انتو فيكن تعملوا بصنية واحدة بس انتبهوا تكون دايما عالي اطرافه هلا على نفس الميزان دايكوا قوام الكيك مأحلى هلا بس اسكب الكيك بالصواني ويصير الوزن عنده متساوي رح دخلونا على فرن حامي مية وستين نقبض الكيك لمدة اربعين دقيقة نرجع على مية وثمانين شي عشرة دقاي اضافية بس تصير عندكن خمسين دقيقة فتحوا الفرن واضغطوا على الكيك اذا عمل سبرينج باك يعني رجعت الكيك شوي لورا معناتها مش حالو اول ما طلعوا من الفرن ضغري بحطوا على كولينجراك وبيقلبوا لانو هيدا الكيك ممكن يرجع يهفت بس برد تماما يعني بعد شي ساعة تقريبا ساعة ونصف بفك الاطراف بها الشكل ولايكل كيك مأحلا ضروري جدا يبرد هو بالمقلوب هيدا الخطوة بتكون تنبهوله كتير منيح لاحظوا دهب هاك فيكن تكلو هك بدون ما تعوزوا اي شي تزينو او كرامة او شي سمعوا الصوت لفيتوا بكلينج فيلم وحيحطوا بالفريزر انطروني فيديو تاني لتزيين ترجمة نانسي قنقر